الحمد لله الحمد لله الذي يمن على عباده بمواسم الخير أفراها ويدفع عنهم بلطفه أسباب الردى شروراً وأتراها أحمده تعالى وأشكره شكراً يتجدد ويتعلق غضواً ورواحاً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبدع الكائنات أرواحاً وأشباحاً وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله راسع لواء الدين دعوة وإسلاحاً والهادي إلى طريق الرشال سعادة وفلاحاً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعحب الليالي والأيام مساء وصباحاً وسلم تسليماً كثيراً الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فإن يومكم هذا يوم مبارك يوم يتقرب فيه المسلمون إلى رب العالمين بالأضاحي وهو خاتم الأيام العشر القاضلة سماء الله في القرآن الكريم بيوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه من رمي ونحر وحلق وطواف وهو يوم عيد لغير الحجاج في جميع أسقاء العالم ومن حكم مشروعية العيد في الإسلام شهود جمع المسلمين لصلاة العيد إذهاباً لفقر العباد لربهم وحاجتهم لمولاهم عز وجل وتعرضاً لنفحات الله وهباته التي لا تحب ولا تعد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض والذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إن إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها رواه البخاري ومسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر والله الحمد الله أكبر والله الحمد الله أكبر وبدع الله أكبرorp ترجمة نانسي قنقر 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 الله أكبر نانسي قال تعالى نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة